عندنا فكرة كان جزء كبير جداً من الناس بتقول له عبدالله لو جي لعب عشرة هو عشرة أنا عايز أقول إن عبدالله بقى له كتير أصلاً ما بلعبش عشرة حتى في برامنز كان بيعتبر تالت في خط الوسط مع بلاتي توريه والكارتي ما بلعبش كتير أصلاً عشرة النهاردة بقى الراجل جميز جرب عبدالله السعيد في مركز عشرة طب التجربة كانت نتيجتها إيه؟ تعالوا نشوف الأول ده عبدالله بدأ دي التمركزات اللي حصلت عبدالله كان أقرب حد للسيف الجزيري كان المفروض عبدالله بيساند هو وسيف جعفر في تطور اللقاء بقى عبدالله هو اللي أكتر وسيف جعفر بدأ يرد مع عزيات كمال الصورة اللي بعدها في السريع عن كده سريعاً الصورة اللي بعدها بدأ عبدالله هو اللي ياخد المساحة دي وسيف جعفر يبقى أقرب شوية ليميل أكتر لخط النص عبدالله النهاردة هو أكتر لاعب الزمالك خسارة للكر أكتر لاعب في الزمالك خسارة للكرات كان عبدالله السعيد وما كانش ظاهر كعاته في العدد اللي هو عدد ان اكتساب الكرات والآيحات ليه الفكرة الناس دايما بتحط فكرة ايه ان هو عشان عبدالله في السن ده فادريحه على فكرة التلت الأخير وحدود موضوعات الجزاء ده الشقة ده انا بريحه لما بسلمه في مساحة وراء من غير ضغط عنده الرؤية عنده الوقت المساحة والزمن اللي يفكروا مرة فيه وتستفيد من قدرته على التمرير انما ما بسلمه زي ما بسلمه بقى في المنطقة اللي فيها كلها التحامات وكلها قوة رغم ان عبدالله عنده يعني عبدالله بيعمل حاجات كتير كويسة لكن اما بتخش فيه يعني النهاردة بس عبدالله عمل فيه انت ده كويس قوي جميل هتخش بقى هنا لأ الالتحامات والقوة بتبقى اكتر اللي عيب هنا بيعمل لك المكاتفة دي المنطقة اللي محتاجة السرعة والرشاقة تبقى في اقصى حاجة عندك عشان هي دي الحتة اللي بتحتاج فيها المل بتاع الثانية وتسبق بالخطوة اللي ما عادتش موجودة عنده عبدالله عشان كده النهاردة عبدالله اقصى اللي عبيه خصارة الكرات وفي كذا موقف كان جوة منطقة الجزاء ما كانش قادر يعني هنا شوف يعني حنبص عبدالله ما بيمرر من تحت بيتبقى الكرة لغاية كده بتبقى الكرة الدنيا تمام وجميلة اول ما بنيجي بقى لحدود منطقة الجزاء او جوة منطقة الجزاء الدنيا بتصعب دي المراغة الاولى سليمة هنا الدنيا صعبة هي هنا دي الفترة اصلا يعني بتاعة الاكتمال بتاع اللي يقل البدنية مع السرعة مع القوة هي دي منطقة الجزاء بتحتاج ده اللي هو التكامل للعصب البدني كل ما بيقل اللي عب يحتاج يرتاح اكتر تعالى نشوف بقى عبدالله يعني الكرة دي طبعا هنا طبعا نهاية 30 ثانية كمان خلاص حوال رجل الكرة الاخيرة اللي عبدالله نزل تحت بقى واستلم براحته عمل ايه للزمالك هات اخر اللقطة معانا في السريع سريعا كده اللي هو عبدالله استلم بص هنا عبدالله باب استلم براحته تاخد منه ايه تاخد منه الكاميرا دي حتى من حالة تاخد منه الكاميرا اللي عدى منها زيزو اللي لو كان زيزو بص كويس قبل ما يرسل العرضية عملها الورا كتبها هجمة كان حديما بداية الهجمة من عند عبدالله هي المشكلة ان انت عبدالله افضل استفادة منه حلان في الزمالك عشان سنه مش بسبب حق الدين تتلعبه في مساحة مريحة في الاستيل